مصطفى شبير من النمازج اللي أنا شايفها من وجهة نظري يعني اتظلمت بأن أبوها كان راجل يعني نجم ومتخب مصر فهو دلوقتي بتحسب على أبوه وأنا شايف من وجهة نظري في الكورة صعب أن أنت يعني تاخد مكانة وإنت يعني لو أبوك نجم إنت لو قدرت أن أنت توصل للمكانة ديت لا ده بعرقك مش مش كل الناس الكورك الشافة أيوة برافو علي زي المصرح زي المصرح هتطلع حتى لو حتى بص يعني ما أنا طبيعي والدي كانت رحمة شبير فهو راح نادي الأهلي واخدني معاه فروح تنقلت في نادي الأهلي بس مستحيل يكمل ويلعب ويقدي اللي هو كويس بس إحنا إحنا ظلمين جدا في النقطة دي إحنا بنيجي على يعني على يعني أقولك ده أبو كذا ده ابنه كذا طبيعي أما ياما طلع أسماء كميرة بالضبط بالضبط في الآخر في الآخر هيطلع النبتة اللي هي الطبيعية اللي هي سواء أنت تستحق ده أو ما تستحقش على فكرة في أساطير في كرة القدم المصرية أولادهم لعبوا كورة وما كملوش وكانوا كويسين جدا خلي بالك كمان كانوا كويسين وفي منهم كانت كويس كان فيه فيه لعيبة عشان برضو بأمانة شديدة لأن الموضوع ده شائق جدا فيه لعيبة كورة تزرمت بسبب أن أبو نجم كان في الكورة المصرية بشكل كبير عليه ضغطات من الناس كلها يعني محدش بيدلوا فرصة أن هو يشوفه بعين أن أنت لعيب كورة لأن دايما بيشوفه بعين أنت ابدي مين صح ده رقم واحد ومدخش فيها حاجات شخصية للأسف الشديد وده اللي بيعاني منه أنا مش بتكلم عن مصطفى شبير أنا بتكلم فيه الأموم يعني ده بيعاني منه أبناء المدربين أو أبناء اللعبين القدامى أن دايما لو أنت زعلان من أبو في حاجة فبتخلص في ابنه أنت مش قادر تخلص في الأب فبتخلص في الأب فدي طبعا كلها عوامل لا فيه لعيبة حتى لو خرج منها حازم إمامه مصطفى شبير ومجموعة وشريف إكرام مجموعة من اللعيبة أبناء اللعيبة السابقين إنما فيه لعيبة كتيرة جدا أبناء اللعيبة كانوا كويسين جدا والأسف ما قدروش يكملوا من قطر الضغوط اللي تخطت عليهم من الوسط المحيط بتدايق بصراحة كنت بتدايق اللي هو فكرة إنه أنا أبقى راجل موهوب وراجل بشتهر وبعدين يقول لك إيه أصبكورة يا عمم طبيعي كل شاب فينا بيحاول يقرب لولده بيحاول يشوف اللي هو أول انطباع بياخده مش إنه هو العيب كويس إنه هو مثلا يشوفه أو يقيمه هو أول انطباع بياخده إنه إبن كذا وإنت أكيد داخل عشان إبن كذا بس لا هو في الآخر هتكشف هو خلي بالك يعني القصة في الكرة حتى يعني برضو النقطة دي تخلي بالك برضو في قطعات النشئين وأولياء الأمور والناس دي يعني بتدوس أنا شايف ابني مثلا مش عنده موهبة بس بيبقى بيموت عشان يدخل ابنه في المكان ده وهو في الآخر هيتطلع بس لا هو بيبقى شايف ابنه عنده موهبة حسنا بجرد ده كل واحد هو كل واحد بيبقى مقتنع إنه أنا ابني ده محمد صلاح بص لو بصيت لكل لكل قطعات النشئين دلوقتي أنا لقيها كلها يعني 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 لعيبة ممكن تكون مثلا مش على المستوى المطلوب ولكن كل أولياء الأمور مقتنعين إن أولادهم أحسن ناس في الدنيا ماشي أنا أنت مقتنع بدا بس في الآخر فيه مصرح هتطلع عليه فيه يعني ملعب ابنك هيدخل فيه وهيتقيم واللي هيقيمه ده مدرب فاهم وحيانا بيبقى جمهور أنت هتشوفه وأنا هشوفه كلنا هنشوفه صحيح إحنا ما نستعجلش إحنا لازم الناس وهي بتطلع نديها الدفع صحيح النهار ده أنا يعني يعني عشان أنا شايف إن مصطفى يعني من وجهة نظري جوند كويس يعني غير محسوب على أبوه خالص لا يا جماعة بص على حارس المرمى ده للنادل أهلي وخلي بالك هو مش هيوصل للمكانة ديت ألا بعرق وتعب لا وبعدين ما ياخد المباريات كتير وبعد ما ياخد المباريات الكتير نقعد كلنا نقيم نقول والله يا مصطفى مش موفق ما ينفعش يلعب في النهار عادي جدا ونقول والله يا مصطفى ده أحسن حارس في مصر برضو عادي جدا هنقيمه كورة ما احنا أكيد هتقيمه إزاي الكورة ما فيهاش مجملات مش صعب تيبقى فيها مجملات لا هي فيها مجملات لو ما دخلت مسلا لسنة معينة لا دخلت النادي بس مش عقدر أخليه لعب في الآخر ده جون النادي الأهلي يعني مع مصطفى شو blur ما معي يعني ما هي دعم المصطفى شو بير وكابتن شو بير ده في الآخر جون النادي الأهلي إني أن انت توصل النهارد إن انت جون النادي الأهلي وبتلعب في ففتولة كبيرة زي بطورة أفراق أو تلعب في بطولة كبيرة زي بطولة الدور الممتاز في المرحلة السنية ده مصطفى مواليد 2000 ده ده من حاجات اللي هيبقاله مستقبل كبير جدا في اللي جاي وفتاك الكلامي ده مصطفى من أفضل الحراس اللي أنا على المستوى الشخصي كأوسام عبد الكريم مرنتها في تاريخ التدريب من 18 سنة في تاريخ التدريب من أفضل الحراس اللي مرنتها شهادة حلوة دي مصطفى من أخلاق من إمكانيات فنية لانضباط وسلوكي وحد يعني من أفضل الناس اللي أنت ما بتشتغل معاه بيتبع التعليمات بطريقة كبيرة جدا وده دايما تربية المنتخبات ليه؟ أنت دايما في المنتخبات ما زي النادي النادي عندك فرص للأخطاء الكثيرة تغلط وتعدل وتغلط وتعدل وتكسب النهاردة وتتعادل يعني الدنيا ماشية المنتخبات أنت وانوية ما فيش ما عندكش حاجة تانية غير أنت تكسب وتنفذ التعليمات بشكل كبير جدا وتعمل كل اللي بيتقلك عليه فده اللي بيفرد لعيب المنتخب عن لعيب النادي مصطفى عنده النوعية دي اللي هو بيعرف عنده الزكاء الفني اللي بيخليه أما تديره التعليمات يشتغل عليها بشكل كويس جدا هو هينجح بشكل كبير أتوقع له النجاح إن شاء الله